محافظة الإسماعيلية افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف توسعة مسجد الإسماعيلي بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية نتبع من منطلق سعي وزارة الأوقاف الدائن في إعمار بيوت الله عز وجل على مستوى محافظات الجمهورية وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان توسعة مسجد الإسماعيل بالمحافظة في حضور عدد من المسؤولين حفظة الإسماعيلية ومنطقة القناة لها خصوصية شديدة هذه المنطقة التي وقفت في عقود طويلة ماضية في وجه قوى الشر والاستعمار الحقيقة هناك تعاون كبير مع المحافظة في كثير من المجالات وأكدنا اليوم على شيء هم جدا جدا مواجهة أهل الشر نحن لا نخشى من الرأي الحر وإنما الخشية من الجماعات المتاجرة بالدين من العملاء من الخوانة من المأجوين بنفتح جامع الإسماعيلي الشهيب جامع المطافي في الدين المطافي بعد تطويره وتوسعته في نفس الوقت احنا عندنا ثلاث مساجد آخرين موجودين في مدينة الإسماعيلية الجديدة إن شاء الله جهزين أيضا للافتتاح انتهوا تماما من حس الإنشاء والتجهيز وجهزين للافتتاح إن شاء الله مع افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق القناة المسجد الواقع بمنطقة عريشية مصر بحي ثاني مدينة الإسماعيلية قدرت توسعته بقيمة فقط الأربعة عشر مليون جنيه بالجهود الذاتية وبإشراف كامل من وزارة الأوقاف توسعت المسجد في البداية مساحته ألفين متر وأصبح الآن مسجد الإسماعيلي وهو المسجد الرئيسي بمدرية أوقاف إسماعيلية بمحافظة إسماعيلية هو المسجد الرئيسي أصبح تكليفته وتوسعته الآن ثلاث تلاف متر سعي دؤوب من الأوقاف في إحلال وتجديد وتوسعة المساجد ما ينم عن خطة وزارة تعمل على البناء بطراز معماري حديث ويتلاءم مع الدولة العصرية من محافظة الإسماعيلية ولدهيكل النيل